واشا الخوت منك واشيكونوا بايخيرو على اخير نزول الطالب المشاهدين جي نتكلموا على عقد الكيراء اه رقم سبعة وستين طمعش من قانون التزامات والعقود وان نصرحوا بزاف ديال الحواج فيه بزاف ديالناس يقول لك اخويا اه مصمم ديرنا واحد اه نموذج ديال عقد الكيراء وكيفاش نديرو لقاش اغلب الناس اه اللي كانوا يكريوش حالة دي ما عنده مش عقد الكيراء باش يتبتو الصفة الكيراءية اللي ديرين مع دكسيد اللي هو مكتاري كي تعتبر مكتاري هو الشهود باش يدخل في نزام معاه وكيمشون المحكامة كي يجيب شاهدين باش يشاهدو بانه راه كاري عنده دكسيد اما دابا ما يمكنش شكري وما يخصيش شكري الا بعقد رسمي تابت التاريخ اما مع الاعقد التابت التاريخ تكون اما عند الاعدل او الموتيق او المحامي بالنسبة للعقد اللي كتدر في البلدية هذا شغولك هذا كي تديرو دب الراسك انا كنقولك هذا لحاجة اللي قانونية شي حاجة اللي استثنائية ولا اللي كتبت اه ولا اللي كتعطيك الحق غيما بينك وبين المكتاري رادك شي ديال البلدية سير قليزي وكتبدك شي ديال عقد الكيراء والسلام عليكم اما بغيتي عقد كراء بيان ديطايي ومعترف بيه عند القاضي ارى هو دي المحامي ولا العدول ولا الموتى قدر من با واحدة سبعمائة درهم تل الف درهم ليشارج ديالو وقديرو كاتهنات شي لك تي غا تكريب واحد العامين وثلاثين لك السيد يعني اذا بغا نعطيكم واحد المثال غا يبنكو كوشي في الشاشة اه عدنا نموذج اه عقد الكراء عقد الكراء بين الموقعين اسفلها الطرف الاول السيدة او السيد الحامل البطاقة الوطنية كوشي كي بيه لكم ده في الشاشة المزداد في بتاريخ والساكن بالحي الفلاني بصفته مالكا مكريا هذا ملدر لغا يكري مالكا مكريا اما الطرف التاني السيد الحامل البطاقة الوطنية المزداد والساكن بي بصفته مكتري هذا هو اللي كاري عندك انت ملدر لقد وقع الوفاق والتراضي على ما يليك فصل الاول لقد اكتر الطرف اول بمقتضاء هذا العقد للطرف الثاني المذكور على شقة الكائنة والمكوانة مين الفصل الثاني ان الطرفان اتفق على تحديد سوم الكيراية الشرية للعين المكرات في مبلغ 2000 درام 3000 درام 1500 2500 على حساب الشقة ديال كوكيديرا وش حنبيت فيها وفين كاينة بالضبط وش قريبة لكل شي ولابيت على كل شي الى غاية يعني الفطران محددة الفصل الثاني ان المدة ان مدة هذا العقد محددة فيه مثلا ثلاث سنوات من تاريخ تحرير ثلاث سنوات قبل ما تكمل بشهر خصك اديك لارعلو تقول له اراء بغيت نزيد معك بسومة جديدة واللغة تقول له بغيت الدار ديالي الى ما ما استجبش قبل الشهر قبل ما انتهي التاريخ ديريك تبلغ المحكامة بالعقد ديالك ودير شكاية المياه في المحكامة الدعوة استعجالية باش يخرجوا مباشرة والعقد هو اللي يحكم به القادم يقول لك نجيب لا شهود لواله دير عند الموتشيق دير عند الموتشيق باش القادم يكون عارف شنو كيدير وعارف عليش تفقته الفصل الرابع يلتزم المكتاري باداء السوم الكرائي المكتفق عليها في بداية كل شار بدون اي تمو مطالة او تعطيل الفصل الخامس يلتزم المكتاري بان يستعمل المنزل السكن فقط مش دوش يعود يكريه ولا يدير يفرش البرتمة مثلا مقديره بالنهار ولا شي حاجه ديرو السكنة ليه هو ماشي الناس خرين وماشي الجيران وماشي العائلته ولا ليه هو كأب أسرة لسه كان فقط دون غيره وان يحافظ على العين المكراد كما يشاهدوا بان المحل موضوع الكرائي في حالة جيدة ويتعادوا بالمحافظة عليه يعني دار يمكنك قبل ما تكريها ادي لها واحد في الفيديو وتوتق الهضراء ديالك التاريخ ويكون معك قاعد السيد باش يبقى عقل على الدار قاش كيلي كي يكريه الدار كي يجيك القاعد تبدلات قاعد كيلي كي يحفر لوتهم مع المصامر كيلي كي يعلق معه شنو كيلي كي يحيد حيط قاعد ويدير حات وهذا راه مشكل في حداته الفصل الساديس كل ما يدخله يدخله الطرف المكتري على المحل موضوع الكراء من تحسينات او اصلاحات او غيرها فهي على النفقة الخاصة ولا يمكن مطالبة المكرية باي تعودة يعني لا هذا كيلي كريلو بدك يزين الطار ويحلق اليام ما فيها بس مين بيكون بشوار ديالك اكثر يالك يعلق شي حاجات ولا يحفر لحيط ولا شي لعبة هتكون بموافقة ديالك ودك شي ليدير ارى على حسابه الخاص يعني فيش يكون غادي يخصي خلي دك شي مقاش يحفر لك ويحيد لك دك شي ملاحظ تكون متفاهمين الفصل السابع لا يحق للطرف المكتري تولي المحل ويلتزمه بتسليم مفاتيح للمالك وحده في انتهاء مدة العقل الفصل الثاني تامن يلتزم المكتري باداء واجبة لاستهلاك من الطاقة الكهربائية والماء صالح الشرب على نافقته يعني التفق سماعه ويخلص الموضوع وبغيتي التفق انك انت يتخلص موضوع يعطيك فلوس ديال هذا باش الضمن لحقك الفصل التاسع ان المكري والمكتري قد قبل الشروط واردة بهذا العقد ويشهادها بالتزام بها الفصل العشر كل ما لم ينص عليه هذا العقد فهو خاضع لمقتدية القانون الكرائي جاري بالعمل فيين واثنين وعشرين هذا العقد اللي كندوي اللي كونك يكون عند الموت شخ يعني هذا كان نصح الناس كاملين يديروه ما يديرش ذاك الكرة ديال الزربا لكن دابا الناس كيتمعوه ما كيبغيوش يديروه ذاك العقد قاعد تدية البلدية ما كيبغيش يديروه وذاك العراسيون عندو واحد شهر ونص هاي خلصا لكان هذا السكن التانوي وبالصحة ما ذكر أعلى يمضي كل من الطرفين أسفلها بعلامة يده دلالة على الصدق والوفاء بعدما حرر لهما بحسن نية وحضورهما معا وقرأ عليهما بالحرف التام وحرره فيه بتاريخ يمضع الطرف الأول المكري يمضع الطرف الثاني المكتري اللي كري عندك الدار باش كونوا واضحين هدا هو الاكزامبل ديال العقد ديال الكرة اللي تستدير وكان قول الناس انه يديروه عند الموت شخص ولا العدول ولا المحامي هالثلاثة انا انا ركنا نصحك بيهم حاجة اخرى وذك شي لاخر شغلك هادك ما ندخلش معك في نقاش لو ندير البلد اياك وحاجة اخرى وقال باقي صلاة عدم تنبر وصير فحالك هذا الشرع يتخرب وكاتب عموية تستكلم وكاتب عموية كيف يستمع وكاتب عموية كيف يتعرف حقك الاخر لا يستعرف حقك وكاتب عموية وكاتب عموية وكاتب عموية يتعرف عموية ثم نتمنى المساج يكون وصل وبنسبة الناس الذين يتعلمون من أحد الأدخل وكاتب عقدي اخر لتبدا العقد الموتشيق بانني كاريب نسبة السكن تنوي يعني عندك تفين تسكن وعندك دار خورة كارية ستتمار تتخلص تقريباً شهر ونص من في العام من هذك السوما الكيرائية مثال وبالنسبة إذا كان عندك ساكن رئيسي يعني انت في ساكن ضربة من 1-320-350 لحسب الازون الذي عندك ما تتخلص زيادة ما تتزادش عليك سفر في المياه أما بالنسبة لك ريتي واحد الساكن تانوي ديالك بل 5-320-350 فميلا تتخلص من ساكن الرئيسي كلها نتمنى الميساج لك ونصل ونتمنى تتشاهدون مع العشرين لكم لا تستطيعون أن تدعموني في الشركة لا تتعجبوا عليه وتفعلون علامة الجرس لكي نبقوا ديالك بيس لكم هذا ما تتصنى عندك ما تبيع وطري سيارة، دار، شقا، أرض، فيلا كل حرفات صنعات وسيارة معلم نحن لديك الباديل ومجال من الصديق سهلة للستعمال يمكن أن تضع سلعاتي لك وتقبل بشد غير والباقي علينا، لا تخاف أن تتعجب زبون، دعنا لقد وصلت لك هيا، ماذا تتحدث؟ انت تبدل بقائم؟ اه، نحن 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 نحن